رفعت الرأي البيضة فتحت البوابات وانطلقت تنافس الذي يجمع إلى أفراس المنتجة محلياً عمر الأربع سنوات التي فازت من سباق ولثلاثة سباقات في هذه الانطلاقة للأفراس المنتجة محلياً على مسافة الـ 1800 متر جازت الأمير ناصر بن سعود بن فرحان آل سعودي رحمه الله أحد الرواد الذين دخلوا الرياض مع الملك عبد العزيز طيب الله ثرائد تبدأ الانطلاقة اسحم في المركز الأول ولها في المركز الثاني ضبيت نجد تتقدم في هذه الأثناء للمركز الثاني فيما اسحم لازالت تحافظ على صدرها منذ انطلاقة هذا الشوط والتنافس من ضبيت من ولها في المراكز المتقدمة إذن اسحم في المركز الأول ضبيت نجد من الداخل وكذلك تنافس قوي في هذه الأثناء من بقية الأفراس يبدأ الانطلاقة وتبدأ الانطلاقة وأصبه وكذلك بقية الأفراس المشاركة في المنعطف الأول في هذه الأثناء من الداخل ضبيت نجد تتقدم وسحم في المركز الثاني والتنافس المثير يأتي من قمراء وكذلك التقدم يأتي من بهيجة للمركز الأول بهيجة والمرشحة تبدأ التقدم همى الآن بهذه الأثناء بقيادة كاميروس بنا من الخارج المرشحة عند المنعطف الأخير تتقدم مع دخول الأفراس للخط المستقيم إذن همى في المركز الأول وبكل همى تقطط في المركز الأول وتترك بقية الأفراس بهيجة في المركز الثاني وكذلك واصمة تحاول التقدم وهمى ما شاء الله تبارك الله بكل همى وبمزيد من الأطوال تبتعد ما شاء الله تبارك الله والخمسين مدر الأخيرة بكل قوة ما شاء الله تبارك الله تجتاز خط النهاية همى وتعلن فوز في هذا الشرط